رضا سليم رضا سليم لاعب الجيش الملكي أفضل لاعب في الدور المغربي الموسم الماضي النادي الأهلي توصل لاتفاق معاه تركز معاه واحدة واحدة في الكلام اللي أقول لك دوت وما تخدش جزء منه وتسيب الباقي النادي الأهلي توصل لاتفاق مع اللاعب ومع وكيله والأمور خلاص بين اللاعب والنادي الأهلي أمان خلصت الصفقة طيب نقدر نقول إنها إمتى خلصت رسميا لما النادي الأهلي يتوصل أيضا للتفاق مع نادي اللاعب اللي هو نادي الجيش الملكي المغربي حتى هذه اللحظة اللي بكلمك فيها الجيش الملكي لم يعطي الموافقة النهاية في بيع رضا سليم للنادي الأهلي ولكنه ولكنه رحب بإنتقال رضا سليم للنادي الأهلي وإن الأمور المالية بين الأهلي والجيش الملكي فيها تفاصيل بسيطة جد جد فالأمور بنسبة تقترب من الخمسة وتسعين في المية محسومة للنادي الأهلي فيما يخص صفقة رضا سليم هتقولي طيب سايب الخمسة في المية دول إيه عشان لسه مفيش توقيع من نادي الجيش الملك لسه أنا دائما ما بحبش أقول خلاص انتهت إلا لما تكون الأمور واضحة مئة في المئة مئة في المئة بالمناسبة رضا سليم هيبه موجود في النادي الأهلي بدلا من أحمد كنلوسي أحمد كنلوسي عنده عرض في الجزائر وأحمد كنلوسي خلاص هيمشي من النادي الأهلي ودي معلومة أكيدة رضا سليم على وشك الانضمام للنادي الأهلي بنسبة زي ما قلت لكم تفوق الخمسة وتسعين في المية الأهلي توصل للاتفاق مع اللاعب يتبقى بس بعض الأمور والتفاصيل البسيطة معناه دي الجيش الملكي المغربي هو لعب رائع جدا ونتحدث عنه فنيا كثيرا خلال ما تبقى من الحلقة